اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خط القتال خط النحاية المتين متر الأخيرة العبور والجذابة والذهبية على المركز الثالث ولكن العبور العبور الجذابة الجذابة الله 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 العبور مع سلمان بن عبدالله البطين والجذابة تقدمت تقدمت الجذابة احتلت المركز الأول تهانين والناموس لخلف بن نايف الفرتاج الشمرية على حصول الجذابة بالمركز الأول المركز الثاني العبور سلمان بن عبدالله البطين المركز الثالث الذهبية فالجلسان بدون أي التعليمات ولكن رحب بهذا الغدوم تصل مياسة على المركز الثاني ناصر بن العوضي بن يحيى مع انطلاقة مياسة ولكن وادر ما زالت صامدة مع الثلاثمائة متر ولكن مياسة العود مع انطلاقة سعادة اللواء ناصر بن العوضي بن يحيى وبرتغالي وبيض يسوي الهوائل كل دار وكل شهر وكل عام يكسب الناموس كالسابل وائل ويكسب الناموس اللي اشتد الزحامي سلام يلوثبه سلام تحية واحترام لناصر بن العوضي المنهالي على فوز مياس المركز الثاني وصل شعار دخيل الله بوفارس القرشي مع الحداثة وتحديات الحداثة نعود الى الصدارة والمقدمة الى الامور النهائية هنا لا زالت الشاينية على الصدارة والمقدمة سعد بن سعيد الرفادة ينطلق مع الصدارة مع المقدمة شهد بدأت تتحرق مطلق بن علي لعنزي الله الله غيرت الامور تسللت للصدارة بالشعار العنزية مطلق بن علي لعنزي ينطلق مع الصدارة ليغير الامور ويذهب بالسلام الى ابناء القصيم ينطلق هنا مع السلام سلامي عليك يا ابو علي على هذا الانطلاق وعلى انتزاع شهد لنا موسي هذا الشوط تهانينا لمطلق بن علي لعنزي ثاني لا اسمه سعد بن سعيد الرفادة اذا موسى بن عبد الرحمن ابناء مبلش بن سفر المرزوقي على اول المراكز على صدارة الشوط جبارة ووحيشة وحيشة 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 الله يوحيشة حمد بن بيشان العجمي ينتقل بدوره الى صدارة الشوط والى المركز الاول شعار حمد بن محمد بن بيشان العجمي من غير الامور مع اللحظات الاخيرة الله 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 يا وحيشة 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 عصتارة والقادم جبارة رشيد بن مرشود الحربي اللحظات الاخيرة الأمتار الاخيرة ولكن السلام الى جودة تهانينا لحمد بن محمد بن بيشان العجمي على حصول وحيشة بالمركز الاول المركز الثاني وصلت جبارة رشيد بمرشود الحربي وصلت خير خير وصل عبد الله بن مسفل اليوم يتقدمون أبناء نجران لكن بسعيد بسعيد مع الصدار الله 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 مع شانية محمد بن سعيد الدهن مع مقدمة الشوط الله ولكن الاسم القاتم وصلت الجازي لكن القادم سلوبة 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 في هيد بن محمد البذرة لكن خلاص 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 الأمار مع الدهن تهنين والناموس مالك شاني محمد بن سعيد الدهن واسعد الله صباحك يا أبو سعيد المركز الثاني سلابة شعار فحيد بن محمد البذرة مركز الثالث ثالث المركز شعار صار غاد المر مع انطلاقة مع انطلاقة الشاينية على الصدار وعى المركز الأول بو سلمان غادم مع انطلاقة سيد السلام وين حاير وطاير أبو سلمان أبو سلمان أبو سلمان أبو سعيد من الغادم على المركز الثالث أرى وتابع حماد بن دحل الشمري واللي وصل واللي وصل واللي وصل وتابع حزام بن عبد الرحمن الصغير مع انطلاقة الضبي وسلام يا القصيم سلام تحية واحترام لعزام بن عبد الرحمن الصغير العجمي على فوز الضبي وانتزاعه لناموس هذا الشوط المركز الثاني عبد الرحمن حماد بن دحل الشمري مع انطلاقة المركز الثاني مركز الثالث الى المقدمة الى الصدارة اللي تباعد عن الجميع وترقص على سماعة الاجهاز والحصاف الابطان الله 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 هنا تنطلق مشوشة وينطلق محمد بن عبد الله الدوسري والعصاف الابطان العصاف المغروزة فالابطان ترقص على سماعة الاجهاز الله 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 دور سبوقا تطرب الشوط بالحيل والابلاشم من الليجن والتعب والخصائر ياهل الرئيس اذا المشوشة تهانينا والفي مبروك على فوز امشوشة بالمركز الاول وعلى حصولها في الصدار تهانينا الناموش محمد بن عبدالله الدوسري المركز الثاني ثاني المراكز وثاني الغدوم طواري مع الصدار سلمان بن نايف بن عميرة حتى هذه اللحظات لم تصدر أي توامر والعصاف الابطان لا والله لا تحرك لالي طواري ولكن القادمة في هذه اللحظات موضي موضي وطواري اللحظات الاخيرة الميتين متر الاخيرة الله يا طواري طواري موضي طواري موضي ولكن اللحظات الاخيرة غيرت موضي 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 مذكر بن مسفر القراشي يلا غير الامور في اللحظات الاخيرة واسعد الله صباحك يا موضي تهانينا والناموز لمذكر بن مسفر القراشي على فوز موضي بالمركز الثاني كانت طواري صراحة قدمت عرضة تشكر عليه سلمان بن نايف بن عميرة المركز الثالث المركز الثالث الصافي أخرالد بن عزيز القراشي والمركز الرابع هناك وصلوا أبناء المحنى يصلون محمد بن دحل الشمرية ومع انطلاقة المهندة تنطلق في هذه اللحظات والبريدية ينطلق ينطلق مع الشاهينية ولكن الجانب الآخر القادم محمد بن سلمان الدوسري والحاكمة الحاكمة انطلقت هنا لتحكم الأمور مع الدوسري هنا في هذه اللحظات مع الانطلاق مع التحدي محمد بن سلمان الدوسري سلام من الله عليكم يا أبناء الوادي على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار هنا لانتزاع الحاكمة لناموز هذا الشوط ثاني الأسماء الشاهينية حمد بن جارل البريدي ثالث الأسماء المركز الثالث من الغادم يصل بن ابو بن بتلى مع انطلاقة انتصار فهيد بن راشد بن بتلى ولكن أبناء العاصمة الرياض مع الانطلاق الأول أبناء ميدان التعاون من يقدمون لنا الفايزة على الصدارة على المركز الأول سلام تحية واحترام وينما يسكن خالد بن سعود بن حثلين العجمي على فوز الفايزة من فازت واهدت الناموز لابو سعود سلام تحية واحترام لخالد بن سعود بن حثلين العجمي على فوز الفايزة وانتزاع الحاكمة لناموز هذا الشوط مركز الثاني دخيل الله بوفارس وغرشي مركز الثالث فيد بن راشد البتلى والمركز الرابع الله الله المركز الثاني وصلت في هذه اللحظات الناوية محمد بن راشد المري مع المركز الثاني ولكن المركز الثالث ارصد للمركز الثالث وصلت الجازي عبيد بن بعيران المري لكن أعود إلى مهمة إلى مهمة 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 مع المركز الأول مهمة مع الصدار اهديان بن بادي الاعتيبي لكن الناوية الناوية مع المركز الثاني محمد بن راشد المري اللحظات الأخيرة مهمة مهمة الناوية 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 غيرت الناوية انطلقت الناوية الى ناموس هذا الشيط محمد بن راشد المري سلام يا الناوية سلام تهانينا والناموس لمحمد بن راشد المري على فوز الناوية بالمركز الأول مركز الثاني مهمة اهديان بن بادي الاعتيبي والمركز الثالث بن سليمان السوداني غيرت الامور ولكن بالحرج هنا في هذه اللحظات مع انطلاقة الذيبة والقادمة هناك بشعار بن بثلى ولكن تغريدة تغريدة انطلقت في هذه اللحظات على الصدارة والمقدمة هنا بشعار ادريس بن سليمان السوداني هنا مع الميتين متر الاخيرة النهائية هنا مع هذه اللحظات المميزة مع تغريدة هنا من تغرد والسلام الى نجران هنا مع تغريدة من انطلقت الى الناموس و الى الانتصار سلام لنجران سلام على هذا الفوز و على انتزاع تغريدة لإدريس بن سليمان السوداني تاني الاسماء فكانت هناك الشاهنية مع علي بن راشد و الثالثا الذيبة عبدالله بن دلباجي المري رابع الله الله يا شواهين علي بن قبعان المري يغير ويحتل المركز الاول مقدما لنا شواهين على الصدارة الأولى والملازمة القوية من مياسة و أيضا اللي وصلت في هذه اللحظات على المركز الثالث الناوية محمد بن راشد المري ولكن بن قبعان الله 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 شواهين شواهين الميتين متر الأخيرة بن قبعان على أول المراكز سلامي وتحياتي وتقديري وكل امتناني لمالك هذا الشعار علي بن قبعان المري تهانين له و ألف مبروك على حصول شواهين بالمركز الأول ها هي لحظة وصولها إلى خط النهاية معلنة الفوز والنموس من ياسع المركز الثاني عيد من سور البقومي المركز الثالث الناوية محمد بن راشد المري انطلاقة الشهام على الصدارة على المركز الأول الشيخ عاطف بن عطية القرشي مع الصدارة المركز الثاني الديبة وبراشد واصل مع انطلاقة الناوية اللي ناوية علنية ولكن 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 أبناء الدار يسيطرون وفي هذه اللحظات مع الصدارة وابن انشير واللحظات الأخيرة ولكن سلام تحية واحترام للشيخ عاطف بن عطية الغرشية على فوز الشام والتهاني موصولة لمضمر السرعة المركز الثاني محمد بن راشد بن انشير المري مركز الثالث ووصلة الديبة فهد بن نايف الجهني والمركز الرابع حمد جار الله بن هديبان المري والمركز الخامس قدوم من قبل طرايف انبارك المري الله 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 يا بن قبعان الله الله شواهين تنطلق علي بن قبعان المري ولكن ولكن المركز الثاني حمد بن جار الله البريدي قادم البريدي ولكن طرايف انبارك بن قطامي المري وهنا عادي للمركز الاول الى بن قبعان الى الميتين متر الاخيرة وهنا شواهين علي بن قبعان المري الله يا المري الخطورة من حمد بن جار الله البريدي البريدي ولكن اللحظات الاخيرة تهانينا والنموس على فوز حمد بن جار الله البريدي المركز الثاني شواهين علي بن قبعان المري وثالث مراكز اعتبي والقادمة يا باي وصلت الدرعية جار الله بنهديبان المرية والقادمة كذلك وصل جار الله بن سعيد بنهديبان ينطلق في هذه اللحظات مع الصدارة مع المقدمة بنهديبان ينطلق الى الناموس الى الانتصار هنا مع هذا الشعار هنا مع الانطلاق والدرعية هي مع الناموس تهانينا لجار الله بن سعيد بنهديبان المرية على انتزاع الدرعية لناموس هذا الشوط من خلال المركز الأول والمركز الثاني هذا المراكز ثالث المراكز هناك انطلاق شعار بندر بن محمد بن زمان الهاجري رابع المراكز سلطة محمد بن عبد الرحمن العتيبي خامس الأسماء على انتحار الله 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 والقادمة في هذه اللحظات والقادمة بكل قوة على المركز الثاني وتابع القدوم هو الوصول من الشعارات المندفعة ولكن الروقي 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 نوح بن بندر الروقي على الصدارة الأولى الميتين متر الأخيرة ما تبقى عن نهاية الشوط وانتحار انتحار على أول المراكز نوح بن بندر الروقي تهانينا تهانينا والناموس من الأعماق لمالك هذا الشعار نوح بن بندر الروقي ها هي لحظة وصول انتحار إلى خط النهاية معلنة الفوز والناموس بدون يوامر أو تعليمات تذكر وتصدر المركز الثاني وصلت الجزيرة مشعل بن حثل اليامي المركز الثالث المركز الرابع غيرت الأمور مع أبو ساير محمد بن عبد الرحمن العتيبي يقدم لنا سلطة على الصدارة المركز الثاني من الغادم توصل شواهين صالح بن قبعان المري والمركز الثالث أرى العنود والمركز الرابع ذباح مربع النموس ولكن بغيادة أبو ساير من يساير الأمور أحسن من التك سلام تحية واحترام لمحمد بن عبد الرحمن العتيبي على فوز على فوز سلطة ومسك الغتام مع أبو ساير سلامي وتحياتي لمحمد بن عبد الرحمن العتيبي العتيبي المركز الثاني محمد بن علي بن ربيع العيج من مركز الثالث نواب بن نايف بن حمد العتيبي والمركز الرابع ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة